نروح للسكواش زي ما حضركم عارفين بطولة بلاك بول بتتلعب دلوقتي على الأرض المصرية كان من شهر أو اثنين كان فيه بطولة أيضا الأهرام الدولية الحقيقة مصطفى عسل وقع في قرعة قوية في البطولة انتعرفين طبعا البطولة هتتلعب طبعا دلوقتي السيدات والرجال هلعبوا من يوم 13 إلى 18 دي طبعا صور مصطفى عسل الحقيقة مصطفى وقع طبعا في أول مطشاطه مع القطري عبدالله التميم وغالبا غالبا هيلعب مع النيوزيلاندي بولكول في الدور اللي بعد كده وده هيبقى مطش جامد جدا تعرفين ان المطش ده تقرر في بطولة الأهرام ومصطفى عسل كسبه وبعد ثلاثة اتنين مطش كان بطولة مارسونية أو مطش مارسوني وشفنا طبعا مصطفى كان معانا وجبنا لقطات من المباراة وقديه هو كان متحمس وكان يعني الحقيقة قالب مطش كورة فبرضو شكله هيعيد الكرة تاني الأسف كان مفروض ياسر بعادل هتشارك ولكن تعرفين طبعا احنا قلنا لحضراتكم ان هي مصابة اصيبت بفيروس كورونا في الحقيقة ما اشتركتش في البطولة ولكن مصطفى عسل ان شاء الله يكون خير ممثل النادي الاهلي ومصر كلها وكده يكون خلصت اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي بشكل كبير حاولنا نطمينكم على اللعيبة الفرق كل الاخبار المهمة داخل جدران النادي الاهلي حطيناكم في الصورة